كانت سيد النهاردة في كلامه برضو يا سيد محمود وهو بيتكلم عن أنه هناك تدعمات ستحدث خلال الفترة القادمة في شهر يناير يعني عشان زيادة الشراسة مع الفرسة والفعالية الهجومية والناحية الدفاعية مع الكتيبة أو مجموعة الفعالية الهجومية والدفاعية نص الملعب كابتن أولا ده أنا شايفه كل الضجة اللي اتعاملت وانبرت بعض المنابر الإعلامية في مصر وللتبرير والسؤال والبحث وكأن الأهلي هو من تقدم بالطلب لأنه يلعب في كأس العالم دي هدية ودي حاجة جات أو كان هو تقدم بالتماس بالتماس يعني عاوز أقول إيه؟ يعني في حالة غريبة جدا ما عرفش إحنا ليه بنعمل في كده يعني مع بعض يعني مش إيه هنوصل لمرحلة إيه؟ مش كفاية الخيبة اللي احنا فيها يعني مش شايفيني الناس التانية كانت فين وإحنا فين يعني إيه سبب الصراع عليه؟ ليه كل حاجة تيجي إنه حد لاني عاوزيني حاول وتخرج الانتماءات بشكلها ويجي واحد يبررنا ويتفلسف علينا ويطلع لنا أصول نادي الأهل الكبير أهل الكبير إيه؟ احترم الكبير طيب لأنك لو في الناحية التانية أو في الطرف التاني المقابل ما كنت أنت تجرؤ ولا برنامجك ولا غيرك ولا أي حد من الموجودين يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة عنه لو كان الكلام ده طرف نادي تاني فمصبك وش أنت تتكلم وتعمل حساباتك لكن الأمر دي حاجة دي حاجة بتاعت ربنا جات كده نزلت كده وحدي يا جماعة لا هنعمل كذا لا في أبو زبي لا راحت المغرب بدل ما قول بدل ما يتقال أنه مثلا تم رد الاعتبار سبحان الله حاجة ما كانش مترد جات كده هدية من عند ربنا لناس مثلا تعبت وبذلت جهد هنقول يا جماعة الأهل يخسر المباراة في الملعب محدش يقدر يختلف على كده محدش يحدش قال حاجة مش هنزوّع الكلام لكن حسابات الأهل في البطولة إيه؟ أنا شايف أنه هتبقى الأمور صعبة مش سهلة زي ما الناس متوقع هتبقى يعني بطولة مش هتكون زي بطولة البطولتين العام الماضي أنت عندك مباراة مع أوكلاند سيدي عندك مباراة لو فقفزت على أوكلاند هتقابل الودات ودي من التحديات المهمة جدا اللي تبرهن على أنك انت وقف على الأرض الصلبة ولا مش وقف على الأرض الصلبة ده كل الكلام ده وكل اللي عاديين منتظرين أنك انت تروح وتخسر المباراة الأولينية وترجح وتخسر أو تقفزت في الأولينية وخسرت التانية يعني حاوز أقول إيه؟ طب ليه أنا يعني ما نشغل بنفسي وبفرقتي وبعيوبي وعادي أنت حط اللي في حساباتك ليه؟ ها؟ وبعاديين إيه عاوز أوليك الحاجة يا كمسلم الاشتراك في كاس العالم هتكشف عن سيناريوهات مختلفة على الصعيد المحلي وأنا أبقى لألك كلمة وإحنا عاديين مع بعض والمشاهدين شافلنا يعني إيه؟ بمعنى يديب أن يضع النادي الأهلي وإدارته بوعي كامل ما يحصل ما يحدث في المسابقة المحلية طبعا أنا بكلمك هو أنا بكلمك هو لابد أن تضع أنك ترى الحتة دي وبعدين تسيب المسابقة المحلية بقى لا وبعدين المسابقة المحلية هيصل فيها إيه؟ لأن أنا سميها تسلحاتك أنا بديلك على حاجة ما ديش حالك تقولي حرائبك ماتش كل يومين أنا بكلمك هو أنا بنعيد السيناريو ما الرجل طيلي عليك خلاص مبروك الدوري أنت شوف النهار ده أنا عاوز ده مبرر بس من الحكم ومن الراجل اللي قاعد اللي عنده دمير في الفرص لغيت الهدف في الديا ستة وربين على هذه الإساس يعني اقنعني يعني اديني فرصة يعني برردي بررلي في المباراة دي والمباراة دي سابعة أنا شايفه هدف صحيح 100% لا مش أنت شايفه ده اللي عاديم بتفرجوا شايفونه هدف صحيح 100% يا كابتل أنا بقولها لك هون الأمور وهو إحنا تكلمنا مع حضرتك واتنويننا اللي حصل يا جماعة هناك سيناريو مشابه لما حدث في المسلمات إذا لم يكن لدى اللاعبين ولا الجهاز الفني وإصرار على مدوات كلام ده أنا بقوله هو خش بالكرة الجون اجبر أي حد زي ما حصل النهاردة آه طبعا أنا بقولك النهاردة هو ماتش ركبه في شوط أولاني طيق يخلص بسهولة جدا ليه أنت بتصعب الأمور على نفسك وماتش اللي فات وماتش اللي فات انت ركبه وضارد يعني عاوز أقولك إيه لا في حالة يا كابتن سلام محتاجة بأمانة يا كابتن سلام لا محتاج اللاعب فعلا يا جماعة النادي ما بتأخرش مجزد درا ما بتأخرش بحي جمهور النادي الأهلي وبقوله أنت البطل النهاردة حي أنت رقم واحد اللي أنت عملته النهاردة بأمانة شديدة الشيء هو ده الأهلي هو ده جمهوره هو ده فعلا سنده وده حماه فعلا يا جماعة لا احتدخلين على مرحلة اسمعوا تصريحات رئيس ناج المسابات وقال لك إيه الارتباك والارتباط وما كناش عاملين حسابنا يا عمد بطولة دولية بطولة جاي من الاتحاد دولي مش الأهلي هو اللي راح ننظمها لا وهنعمل والمسلم مش هنتهي كده في 36 لا 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 في نقطة مهمة لابد على اتحاد القرى المصري يا كابتن إسلام أنه هو يراعي ده مش عاوز يداري اللي عمله حتى يقفوا تصريح مساند للأهلي يمثل مصر في هذه البطولة لابا لأ يعني نرجع بقى نعيد مش كل مرة هتوقع الظلم على النادي الأهلي يعني ما ينفعش أنت النهاردة وانا يمكن قريد بعض التصريحات لمسؤولين في المسابقات أعتقد الحاجة عامر حسين يعني كانت صراحة أنه حيتم بناء على مش عشان النادي الأهلي عموما أنه يتم إعادة النظر في جدول المسابقة لأ أولا لأنه مكانش محتوط لم يكنش هو قال كده لا هو اللي قال كده مكانش يا كابتن محطوط في الحزبان أن في مشاركة للنادي الأهلي في كس نحن خلاص بقى فيه مخلاص فيه مشاركة خلاص يا ليل دا أمر واقع هذا الأمر الواقع يترتب عليه على طول أيها أن يتم مراعاة هذا الأمر لا مهو المراعات ايه مهو الفندق مهو دلل مراعاته في الجد والمراعيد المباريات لا في مراعيد المباريات مهو السادة اللي فاتت مهو كان فيه مراعاة وكانت بتلعب كل يومين يعني كانت فيه ايام بتلعب فيها كل 48 ساعة بالزبط صح حيحدث هل ده حيحدث لا لا ده هو قال صراحة انه نهاية الدوري مش هينتهي في الموعد اللي هم اعلنوا عنه انا بقى حقول لحالك حاجة لا انا كنادي اهلي اه وانا رايح لعب في كاس العالم باسم مصر و باسم لمصر اللي الاول و باسم النادي الاهلي فانا ليست دامي أن راح تلعب في كاس العالم الزبط ليست دامي أن نادي الوحيد اللي في مصر يلعب في كاس العالم هو النادي الاهلي لو اتعملت البطول لو تم السبعات اها البطول هذا ما اتعملت في brozo كان النادي الاهلي يا ياهeder يا coming to Islam هنا بيت القصيدة يا central et Real هو ده الهدف أنا أعمل إيه أخطت إزاي أشتت إزاي أودك في السكة اللي أنا عايزها إذا لم يعي القائمين على الأمر في النادي الأهل أنا بقوله هو الدرس جيد جدا جيدا بصورة واضحة الأمر في غاية الخطورة الأمر مش شوف عند كاس العالم كاس العالم ممكن تروح في بطولة وظروفها ومش عارف إيه ما تمشيش معاك دوارد جدا تركيزك البطولة المحلية رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وده اللي كلنا بنشاول عليه دلوقتي ومن دلوقتي ما حدش يجي يقولي هتلعب معتشات كل يومين ولا ثلاثة لا 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 ما أعتقدش أن يدل ألي سيوافق على هذا العمر ما أعتقدش يعني لأنه في النهاية أنا راح أمسل مصر انتظر بس انتظر بس أنا راح أمسل مصر نعم انتظر بس انتظر لما ييجي يقولك كده شوف انت هترد لا لا أنا بتكلم من دلوقتي أنا أقولك ها أنا على فكرة لا نحن نسموه الرسايل مبطنة مغلفة من الألل الحج عمر أنا متكلم قبل ما الحج عمر يتكلم والسؤال على فكرة هو الطبيعي يحصل إيه هيقول لك أم من زي السنة اللي فاتت إيه كل يوم من ثلاثة ماشر لأ نفسك اللعبة بتقع منك واحد وراء الثاني وراء الثالث ومحدش يوم قادر وخلاص وتخسر البطولة وخلاص زي ما أنت يعني بقى عندك ارتباط ببطولة كاس العلم للأندية أجل بقى نهاية الدوري طبعا لا معرفش أنا حلها زي أنا مش هقول حلها زي خل الدور ياخد وقته هناك مسؤول عن هذا الأمر هو اللي حل الموضوع مش إسلام طبعا يعني احنا ممكن نضع بعض الحلول لكن هقولك إيه الحلول اللي أنت بتضحها عشان خطر النادي الأهلي طبعا عشان خطر النادي الأهلي طبعا عشان خطر النادي طبعا